سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى تكونوا بألف خير وخصوصا وحنا في هذا الأوضاع الله يرفع عنا البالاء والواباء وطبعا خصنا نعملوا بالأسباب ونتزموا البيوت دينا حماية اللي نول ولادنا وبلدنا ما نطورش عليكم وصفة اليوم عبارة عن خبيزات بالزيت كيجيوم زيوني للعشية ولا الفطر في الصباح ودابا نتقلوا المقادر وطريقة التحضير بسم الله عنا تصع دقيق القمح بالنخالة ديالو تصع دقيق الفرس أو الدقيق الأبيض معلقة كبيرة تسكر سندة ومعلقة كبيرة الخميرة فورية أو الخميرة حبيبة وشوية زيت الأسود مقطع قطاع صغيرة شوية الملحة طبعا والماء الدافئ للعاجين نضيف السكر سندة وخميرة وقليل من الماء الدافئ كي نجمع المكونات ديالو نغطي الإناء ديالو بالبلاستيك الغذائي ونسرك المكونات تفاعل مدة 10 دقائق ومن بعد ما تفعلت المكونات ديالو نضيف الكمية المتبقية من الدقيق نضيف المكونات ديالو بالبلاستيك الغذائي ونضيف المكونات ديالو بالبلاستيك الغذائي ونحنن بإضافة حجم기를 ومن بعد ما ارتحت العجينة دينا نضيف الزيتون قطع ونسكس زيت الزيتون ونقوم ندخل في العجينة شوية من مرة شوية لهذا الشكل وهكذا نبقى حتى نسجم العناصر لدينا كاملة نغطيها بلاستيك الغذائي ونجعلها ارتاح شوية ونكمل ومن بعد ما ارتحت العجينة دينا غير رشوا سطح العمل بالنخالة نضع العجينة نقوم نديوها ونجيبوها في دنا باش نخرجوا ديك الهاواء الغذائي لها الشكل هدا العجينة حتى تكون خفيفة ورطبة نضيف الزيتون ونقوم نضيف الزيتون النخالة عجينة تكون خفيفة ورطبة نضيف الزيتون ونقوم نقوم نضيف الزيتون حتى نكملو الخفيزة اللي عنا كملي تقدر الضعف والمقادر أنا عملت كمية قليلة وانتما كل واحد على حسب الرغبة من بعد ما شكلنا الخفيزة دينا نغطيهم بالمندل ونخليهم يرتاحوا شوية كان قرصوا الخفيزة دينا لهذا الشكل هذا وكان عملهم في اللاطة الفرن وكان بقومشين حتى نكملو الخفيزة اللي عنا كملي نخلي الخبز دينا حتى يخمر ونشرطوه ندخلوه الفرن هذا هو الخبز دينا من بعد ما خرجناه من الفرن كيجي من فوش والديد وصحي وأكتر من رائع نتمنى تجربوه وينال إعجابكم إلا عجبسكم الفيديو اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد وكالعادة دمتم في رعاية الله وحفظه